لقاءنا معكم بتجدد مشاهدينا الفنون لا تستمر وتتخلد لازم تنتقل من جيل لجيل إنما تنتقل من روح لروح هي قدرة تتمتع فيها بس الإمرأة إمرأة بعصاميتها وعاطفتها هي إمرأة وشخصية علمتنا إنه الموهبة الحقيقية والصادقة ما بتفنى وإنما بتتكمس بأكتر الأشخاص إيماناً فيها سمر أعطايا مزهر رئيسة جمعية عزة مزهر للفنون حملت راية العهد الثقافي والفني من خلال تأسيسها لهالجمعية بدي رحب فيكي مدام سمر معنا اليوم نورتينا نصعد صباح كون وبشكركم على هاللقاء لبداية مدام سمر حبينا أعرف منك شو هي الأسباب اللي دعت لتأسيس جمعية عزة مزهر للفنون وأنتين تأسست؟ جمعية عزة مزهر للفنون طلقت قبل ما تتأسس بالطريقة الرسمية بلشت محترف عزة مزهر بعد وفاة الفنان بالألفان وتسعة اشتغلنا على أساس نحن عنا المحترف ونسأنا أمولنا مع الجامعة اللبنينية كلية الفنون الجميلة والعمارة وإمنا بكذا نشاط بعد فترة لقينا أنه نحن مفهود نوقع شغلنا بطريقة رسمية فعشان هيكي أخدنا قرار أنه يكون في عنا جمعية رسمية علم وخبر صارت تقريباً في سبع سنين كعلم وخبر ولكن نحن من 13 سنة عم نشتغل كنا محترف عزة مزهر نعم حالو كتير هلأ حابين سأل السؤال هيكي شوية لما أنه عزة تنزلوا زوجك وقالا يرحموا إنشائك لهذه الجمعية أو تأسيسك لهذه الجمعية كان نتيجك حبك السامي لزوجك لكلهم بيتغنوا هذا الحب العريك أم إيماناً منك باستمرار فنه وضرورية استمرار فنه أو حبك للعمل الاجتماعي خصوصاً بعد أثبت التجربة نجاحك بهذا الشأن بيسعيك لحوى تنمية قدرات شبابية ومواهب بمهمة فيك تعتبر أنه ثلاثتهم بننضمن سوا أولاً كعزة الزوج هو كان صديق كان زوجي وصديقة وكان عنده الفضل الكبير إنه أنا نمي هيدا الروح الثقافية الموجودة عندي أنا عندي إياها كانت من الناحية الأدبية من اللغة العربية بحبة لقائمة عزة وزواجي منه نمى فيني الفكر أنا كان عندي حشرية أعرف وهيدا اللي خلاني إنه شوف عزة الفنين أكتر ما هو عزة الزوج نعم هيدا نقطة يعني حسك الأدب يكشف كشف هيدا كشف النحية الثقافية الفكرية الفنية نعم وأكيد لأنه بملكة عزة بيشتغل بالنطاقة بالنسبة للفن بيشتغل الفن غير مش ما بيشتغل عفواً عزة ما بيشتغل الفن للفن بيشتغل عمل الفني بسلوب رمزي في هدف معين تيوصر رسالة اجتماعية أو ثقافية أو سياسية فهيدا كمان خلي نقشع هالأمور كعزة مزهر زوج وصديق هيدا النقطة هلا بالنسبة لإنك تأسيسنا لهيدا الشغل كان استمرارية لوقت اللي قدرنا شفنا إنه في أعمال فنية فعلاً بتوازي بمستويها الفني القيم العالية والقيمة المعنوية والمادية الجيدة جداً خاصة إنه عزة بيملك عشرين نصب بلبنان بكل المناطق اللبنانية فكيف بدنا نقدر ندوّع على هيدا الموضوع الحب لحاله ما بيقدر يعمل شي دينا مع عزة محترف مع الحب وبعد الحب موجود ولكن لا بدنا نشتغل بين الطريقة رسمية وخاصة إنه وقت البلّشنا بدنا نحوّل بيتنا من محترف لمتحف ونحوّل متحفنا من متحف ثابت بالنعمة لمتحف متحدّق بكتاب لبنان عزة مزهر فكانت أسيس الجمعية إلى دورة الكبيرة عظيمة اهتمامنا بيجي للشباب هيده هدف عزة من أهداف جمعيتنا هو شأن الاجتماعي شأن الاجتماعي أكيد من اهتمام لأنه الوضع الاجتماعي مرتبط كتير بالوضع الفكري والثقافي كل ما علينا المستوى الفكري والثقافي عند شبابنا وعند ولادنا نحن عم نقدر ناخد جيل من الشباب نقدر نكون فخورين فيه بلبنان لأنه نحن حنفل كان يقول لي دايماً أنا أستاذ بدرس طب ما أنا فالل آخر شي طيب معلومات لازم كل معلوماتي ياخدوها طلاب الجامعة حتى يقدر فيه حدا يكمل إذا أنا بدأي أخدو المعلومات أعطيهم جزء منها وفليت هني كيف بدون يكملو نفعل فنحن هيدا من أهداف جمعيتنا الفكر الثقافي جيل شباب لبنان وعد ومدي أذكر كمان أنه متحف عزة نزر تحول لسالون ثقافي بالمنطقة ومقصد للكل يعني هيدا كمان شي مثل ما قلت صار كتاب متحرك ومقصد للجميع مضبوط نحن كل لقاء كان يكون عنا بالجمعية كان يكون مثل فيه عنا زاوية معينة سالون فني نستضيف فيه أشخاص معينين لنحكي عن موضوع معين كل مرة أكيد بيكون ضمن ضمن اللقاء بلدية بلديات ناس يعني أشخاص من وزارة السقافة أكيد حضور الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة ثابت عنا فدايما بكل تكريم أو بكل لقاء دايما كان يكون في عنا لقاء فني أو فيك تعتبرين صالون فني بمرحلة معينة مادام صمر أعطايا مظهر خبرينه أكتر عن نشاطات الجمعية بشو بتهتم؟ نحن حكينا بالقبل إنه نحن أواشي عرض أعمال الفنان عزة مصر والتسويق لقلها من خلال يعني بكل العالم هيده شي أكيد اشتغلنا فترة من الفترات بأولادنا بمشروع اسمه أولادنا يرسمون ويكتبون الوطن بتنسيق مع الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة عنا صار مئة عمل مئة لوحة لها أطفال مأولاد من لبنان اشتغلنا على مسرح حفنة ريح مع نادي الثقافة غياضي الناعمة كمان مع قسم المسرح بالجامعة اللبنانية وانعرضت بالنعمة وانعرضت بمكتب ببعاقلين مسرح بعاقلين هيده النشاط ثني طلبوا مني الجامعة اللبنانية انه بدنا نظلنا نحافظ عليه ونكمله نحنا أصلا نكملين فيه نحنا هم نقوم بتكريمات كل فترة وخاصة تكريمات المتفوقين بمنطقتنا هيده بشكل سنوي نحنا هم نعملها من 13 سنة تكريمات لشخصيات لأشخاص تأثروا بالواقع اللبناني ان كان فكريا أو ثقافيا أو اجتماعيا كمان هيده الموضوع مني اشتغل زيارات المتحف طلاب بحبوا يعملوا ماجستير بدهم مساعدة نحنا معهم أكيد بنحضنهم أشياء بتخص الفكر والثقافي والوضع الاجتماعي بالمطقة نحنا موجودين نعم كنا عم نشوف مادام سمر هالأسور لأخر نشاط نكون مع تكريم الجامعة اللبنانية الجامعة الأمريكية عفوا خبرينا أكتر عن هالنشاط اللي كمان تجدت مواقع التواصل الاجتماعي فيه وكان مهم مترك كئيمة معنوية وفنية عند الجامعيتكن والجامعية التانية عصبة سيدات الجامعة الأمريكية صار عمرها 103 سنين من فترة كان في احتفال بالجامعة الأمريكية وكان فيه تكريم أكيد حبينا أنه ندعيهن على متحفنا يعملوا جولة ونكرموا من خلال متحفنا فكان إلهم حضور بمتحفنا بالنعمة وعملنا جولة وحكينا عن النحط وعن الفنان عزة مزهر وقدم لهم درع جمعية عزة مزهر لهو تروفي اسمه وقفة عز لأنه بعد مئة سنة أكيد بيستهلوها شوي مرأة وبالنسبة لهم حبوا هني أدمولي درع السيدات درع الرئيسة بالجامعة الأمريكية وكمان بشكروني كتير كتير لميا كوعوار زينة العرب السيدات الرائعات اللي فعلا هني عم يشتغلوا وعم بيضووا على لبنان الجميل لأننا كلنا فخورين أنه يكون شو الإيميل معنوية لهيك نشاط بمتحف عزة مزهر شو أضاف يعني حدثتك ولا المتحف ولا اسم عزة مزهر أكيد أي مجرد هاي المكان يزورو ناس متذوقي للفن نحن عم نعطي عم ننصر جمال وورد هاي قديش مهم التنسيق بين الجمعيات جمعيات فنوة جمعيات أخرى؟ هيدا تنسيق من قبل بلشا دايما عنا تنسيق مع جمعيات مختلفة بلبنان وهيدا أول شي بديناه من فترة من كذا سنة بديناه بمنطقتنا جمعيات يعني الموجودة بالنوادي بمنطقتنا وعملنا حفل كتير كبير مثل كرمس حلو هيدا كتير ضروري تنسيق الجمعيات مع بعضها بساهم بنهضة مجتمعنا لصغير للأسف نحن بواقع الواقع اللبناني هلأ ما عم بيكون في عمل واضح للدولة لأنه في وضع غير مستقر في لبنان فالأمور اللي عم بتصير والأشياء الجميلة والشغل اللي عم بيصير عم بيصير من خلال الجمعيات بالفعل يعني هيدا كمان تناقش هيدا المشروع كتير ناقشناه مع بلديات مع المزارات إنه الجمعية اللي عندها الجمعيات والنوادي اللي عندهم صلاحية إنهم يقدموا ويمدوا صلة التواصل ويرد بوضع مجتمعهم أكتر من الدولة فهيدا الشي اللي عم بيساعد مجتمعنا يعني الصغير مجتمعنا الكبير في لبنان نعم أعطيكم ألف عافية مدام سمر شو النشاطات المتوقعة شو عنكن البلاون اللي جاي للجمعية هلأ نحنا عم ننظم لموضوع رسم الأطفال عندنا مئة لوحة حيكون في عنا معرض قريبا إن شاء الله بس بعد ما أخذنا قرار والممكن يكون لأطفال وأولاد من لبنان أكيد إشراف الجامعة اللبنانية كلية الفنون الجميلة والعمارة المشروع الثاني هو عم نحضر لمحاضرة حتصير بالجامعة الأمريكية عن النحط في لبنان النحط عند عزة مظهر والفنان عزة مظهر النحات اللبنانية المحاضرة حنعرض أعمال للفنان نربط الرسم بالنحط كيف ممكن يكون النحط بين الأعمال الصغيرة والنصب الموجودة في لبنان بين صور وتقريبا شو الفرق بين إنك تعمل العمل المجسم وتوصل فيه لنصب عند الفنان عزة مظهر هيدا حتكون المحاضرة باللغة العربية إن شاء الله بتشرين الأول بالجامعة الأمريكية حلو موضوع حلو مهام الحمد لله طيب ما أنا عم نحكي عن النصب وعن النحط فيه عيك عمل حضرتك أنت فيه اللي كان هو كان مثل ما بقوله خلاصة عمل أو بقى نقول باقة عمل عزة مظهرك حابين نشوفوك شوي نعرضو شوي على الكاميرا وده شوي تحكينا شوي عنه لبنان عزة مظهر نحكي شوي عنه لبنان عزة مظهر هيدا نتيجة وعد من إلى من العزة عزة قبل قفاته فترة وسيطة عم الكتاب اسمه تقاسيم الصخر وقتها كان وضعه صحي ما كتير مني تقلت له إنه هيدا الكتاب ما حبيته كتير وبدو يكون أكتر أهم قالي انتي عارف كيف ظروفي هلأ ووضعه الصحي بس بركي ما انتبهوا يكرموني حكرم نفسي قبل ما موت أوه عظيمة فبوقتها وعدتوا إنه ما حاسمح إنه انطر حدا يكرمك إذا بوعدك يكون اسمك نجمي بالسماء هيدا كان وعد مني لعزة واشتغلنا لما بكتاب لبنان عزة مظهر نقلنا تقريبا تسعين بالمية من أعماله الموجودة بس بلبنان ما اشتغلنا على أعمال البرات لبنان نحن بهيدا الكتاب خد معنا خمس سنين صار تنسي أخيرا مع جماعة الألبا عمل بثلاث لغات عربية فرنسي إنجليزي عملنا أول توقيع بسالون دوليفر باري بفرنسا هيدا كتاب عملنا لتوقيع القوع بسالون دوليفر باري بوقتها كان والكتاب موجود عليه شعار جمعيتنا شعار جمعة الألبا والبلمانت نعم صورة فنان أكيد صورة الفنان بوقتها جماعة الألبا اعتبرت إنه هي حابة إنها تكون معنا شو شروطة قلت لهم شعار جمعيتنا قبل قالوا لي إيه قالوا شو بدك هيدا شي كتير أنا فخورة فيه وفعلا هنشي قدر طبقوا العميد بخازي عميد جماعة الألبا كتابنا صار باللور صار بالصوربون صار بالبوزار مطرح ما عازت تتعلم عزيزي هيدا الشغل اللي صار وبالنسبة للبنان أو العالم العربي موجود بمكتبة أنتوان بالنسبة لدوباي أكيد لإنه عنا نادة عزت مظهر هي مستلمة لشغل برات الهون يعني برات لبنان بخاصة بالخليج نحن أول شي كتابنا الكاتب والناقد الفني اللي عام للنص هو الفنان أحمد بزون تصوير الفوتوغرافي للأعمال الموجودة بكتابنا للاستاذ صالح رفاعي وخراج بسام قهوجة تنسيق أكيد مع جامعة الألبا والبالامنت هلأ كتابنا بالإمارات صار موجود بنقا وشيني قشني عند دارة السلطان القاسمة من ثلاثة سنين ناقش كتابنا موجود هوني هلأ هو موجود بالأرض جميل دوباي بمكتبة محمد بن راشد الجديد اللي انفتحت بدوباي وببيت الحكمة بالشارقة هيدا كتاب لبنان عزت تنسيق انتشر عالميا يعني صار إن شاء الله مثل ما قلت الفن ما قلو هوية أكيد ما قلو أرض مضموط يعني نحنا فخورين فيك ومنشد عائدة بيعطيك ألف عافية وإن شاء الله لمزيد من الأنشطة الاجتماعية الفنية والثقافية إن شاء الله بتضلك بسحتك وبقوتك مدام سمر عطايا مذهب شكرا لإليك ومارسي لتلفزيون كون إنو استضافنا وإن شاء الله بضلوا لبنان بهالنشاط بهالجمال وينشر الثقافة الفن والحياة والجمال إن شاء الله ومارسي كتير لإليك يعني إذا فيه مثل أمثال كون أكيد نحنا بقى الطريق السليم أكيد فيه كتير أنا جزء بسيط من هالمجتمع أهلا وسهلا فيك شكرا لإعطيك ألف عافية مشاهدينا بريك صغير ومنرجع منكم معكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة